احنا دلوقتي هناخد جولة مرورية كده سريعة ونبص برضو على احوال التقس وبعد كده هيبقى معانا التقس بالتفصيل دلوقتي هنبدأ جولتنا المرورية من ميدان عبدالمنع مرياض في القاهرة واللي بيشهد وجود كسافات نسبية في شوارع متفرقة وفي شوارع تانية هنلاقي ان فيه سيولة مرورية اما طريق الكورنيش فهنلاقي ان فيه كسافات نسبية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكسافات المرورية البسيطة مناطق كورنيش نيل بتشهد ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح اما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبي لو روحنا الكبري اكتوبر هنلاقي ان هناك فيه كسافات مرورية متحركة تفضل مستمرة لحد العباسية هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي ان فيه سيولة مرورية ولو روحنا لمحور الناصر هنلاقي ان فيه كسافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة وكمان ظهرت بعض الكسفات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة وكمان بيشهد شارع بور سعيد من نزلة كبري اكتوبر لغاية منطقة الزاوية الحمرة بعد الكسفات هنروح محافظة الجيزة هنبدأ من الطريق الدائري في بعض الكسفات المرورية قبل بعض النزلات وكمان بدأت تتكون بعض الكسفات المرورية في محور 26 يوليو للقادم لمدان لبنان من مدينة 6 اكتوبر بيفضل بقى المتجه للمهندسين أنه ياخد محور مهندس شريف إسماعيل ومنه لعرابي لغاية سفينكس وبكده هي تفادى أي كسفات مرورية أما الاتجاه الآخر فبيشهد كسفات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من مدان لبنان هنروح لطريق المريوتية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي لغاية حدائق الأهرام وصولا لمدان الرماية كمان فيه كسفات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية ومدان الدقي وكمان بتظهر بعض الكسفات البسيطة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولا لبولاء ومبابا بالنسبة للمحور صفت فبيشهد دلوقتي كسفات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة كمان ظهرت بعض الكسفات المتحركة في منطقة مشعل وكسفات في شارع العشرين لغاية الطلبية كسافات أمام المتجه لكبر الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى إلى 20 أيضاً فيه كسافات أخرى في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدن النهضة وصولاً لمناطق بولاء ومبيبا هايزيني ناخد بالنا بقى إن كل شوارع الجيزة والمحاور مرقبة بكاميرات المرور هايزيني بنحذر عشان كده لازم نلتزم بالسرعات المقررة ونربط الأحزمة وطبعاً عدم التحدث في الهاتف المحمول تعالوا كده مع بعض نروح محافظة الأليوبية لو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية ماشي على الطريق الإقليمي يفضل إنك تكمل في طريق شبرة بنها الحر علشان ما فيوش أي كسافات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار بالنسبة لللي جاي من الزراعي حيلاقي إنه في بعض الكسافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أقل من المعتاد بيشهد لاتجاه التاني كسافات منتقطع وسط مطابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعاً لسحب أي كسافات مرورية بتظهر بالطريق لما أنا أي زحام مرورية هنكمل جولتنا المرورية مع محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكسافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد كسافات نسبية قليلة بتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر هنروح لشارع جمهورية في كسافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة أحوال الطقس النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة راتب نهارا على أغلب الأنحاء مائل الحرارة راتب ليلا درجة الحرارة النهاردة العزمة في قاهرة هتكون 36 أقل درجة هتكون في مطروح 31 درجة كمان لسه فيه فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل وأسوان والوادي الجديد وشرق العاينات قد يصاحبها نشاط للرياح هتكون مثيرة للرمال والأترب على بعض المناطق مدينة أسوان هتسجل أعلى درجة حرارة النهاردة العزمة فيها هتكون 44 زي ما قلنا كده هنتابع مع حضراتكم التقس وبالتفصيل بس بعد شوي